بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنيئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وجاء في نص البرقية أن رجال القوات المسلحة يؤكدون على استمرار البذل والعطاء أو فياء للمهام والمسؤوليات التي توكل إليهم متمسكين بالقيم والمبادئ السامية التي دعا إليها هذا الشهر الكريم لتظل القوات المسلحة حصنا يصون الوطن ويدافع عن مقدرات شعبه العظيم كما بعث الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنيئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة